من المنتظر أن ترسل الحكومة المصرية مشروع القانون الجديد لتنظيم الإعلام إلى مجلس الدولة لإجراء المراجعة القانونية قبيل أرسال المشروع إلى البرلمان لمناقشته وإقراره بصورة نهائية المشروع الجديد لقانون الإعلام الموحد جاء تنفيذا لمواد الدستور المصري المعدل وينص على تشكيل ثلاث هيئات تختص بالإعلام من القاهرة دائما الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز ينضم إلينا في الأولى من سكاينيوز عربية أهلا بك سيد ياسر إذن كما تبعنا في هذا التقرير مشروع هذا القانون قانون الإعلام الموحد يسير بالاتجاه الصحيح كما يقال وهو يقترب من خواتيمه السعيدة سأبدأ معك سيد ياسر من نظرتك لأهمية تطبيق هذا القانون بهيئاته الثلاث وحتى انعكاساته على الواقع وواقع الإعلام المصرية يعني طبعا أنا أشارك في هذا التفاؤل الذي أبدايتموه سواء الذين شاركوا في التقرير أو في تقديم حضرتك لمشروع القانون لكنني أيضا أريد أن أعبر عن شيء من الحذر لأن هذا القانون تم إعداده بواسطة اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية ودفع به إلى الحكومة والحكومة دفعت به إلى البرلمان لكن دعونا لا ننسى تركيبة هذا البرلمان والاعتبارات التي تحكم أداءه وربما وجهات نظره في الكثير من أنماط الأداء الإعلامي أكثر ما أخشى هو أن يتم التعامل مع هذا القانون على أنه كما قيل على ألسنة بعد أعضاء لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان على أنه عملية لمحاربة أو تقويد أو إزالة أو مواجهة الفوضى في المجال الإعلامي وبالتالي أخشى أن يكون هناك قدر من الحس التقييدي وبالتالي أنا أريد أن أعتبر أننا على المحك لأن الدولة على المحك، البرلمان على المحك، الجماعة الصحفية والإعلامية على المحك فيما كان هذا القانون سيمر بالتوازن الدقيق بين الحريات وبين المسئولية الوطنية والاجتماعية هنا أسألك سيدي أسر، ما التحديات التي تقف في وجه تمرير هذا القانون؟ ومن الجهات التي لا يناسبها أن يكون هذا القانون ساري المفاول لنقول؟ نعم، نحن دخلنا الآن إلى التفاصيل للتو أول مسألة هي أن وسائل الإعلام المملكة للدولة وهي ترسانة ضخمة في مصر دأبت على العمل كأداة للدعاية للدولة أو لنظام الحكم على مدى العقود الستة الفائتة هذا المشروع سوف يحول السيطرة على هذه الآلة الضخمة من السلطة التنفيذية إلى هيئات مستقلة وبالتالي على الدولة النظام أن يعرف أنه بالموافقة على هذا القانون بهذا الشكل سوف يكون غير قادر على التحكم في أداء هذه الوسائل بالشكل الذي يمكن أن ينتج نمطا دعائيا التفصيل الثاني وهو تفصيل غاية في الأهمية هو أن تنظيم المجال الإعلامي لن يصبح بحوزة السلطة التنفيذية من يعطي الترخيص والتصريح لن تكون الحكومة أو الحزب الحاكم أو الأجهزة الأمنية ولكن أيضا هيئة مستقلة ستكون ممثلة بالسلطات الدستورية ولكن سيكون فيها جزء يمثل الجماعة الصحفية والإعلامية وجزء يمثل المجتمع المدني وجزء يمثل بعض الهيات الأخرى مثل المجالس القومية ومثل التحادات الثقافة ومشابه وبالتالي على الدولة الآن أن تعرف إذا كانت ستستطيع أن تقدم هذه التنازلات بين هلالين أو أنها ستمضي في محاولة لتكريس الأوضاع التي استمرت على مدى ستة عقود أنا أتصور أن هذا الأمر سوف يشهد شكلا من أشكال التضاغط وأننا أمامنا ربما قدر من المبارزة قد تكون مبارزة خفيفة وليست من النوع العنيف ولكنها على الأقل هذه القوانين لن تمر ببساطة تبعنا في حديث لنقيب الصحفيين سيد ياسر أن هذا القانون الإعلامي الموحد هو نفسه الذي قدمته أيضا نقابة الصحفيين وكان قد تم مناقشته في مجلس الدولة والحكومة وعدد من الوزراء كما قال سيد يحيى قلاش هل برأيك ذلك سيسهل الأمور الآن لتمريره؟ نعم هذا القانون أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية وهي كيان كبير ضم حوالي 50 عضوا جاءوا من مؤسسات مهمة نقابة الصحفيين نقابة الإعلاميين تحت التأسيس نقابة العاملين في الصحافة والطباعة والنشر المجلس الأعلى للصحافة وأيضا بعض خبراء الإعلام وغرفة صناعة الإعلام المسموعة المرئي وهي شكل من الأشكال التنظيم الذاتي وبالتالي هذه الهيئات كلها اجتمعت واتفقت على هذا المشروع هذا المشروع خضع إلى شكل من أشكال التفاوض مع ممثلين عن الحكومة والهيئات القضائية وربما أيضا بعض أعضاء البرلمان وبالتالي وصلنا إلى صيغة نهائية هذا المشروع يقف وراء كل هذا الزخم الذي تمثله هذه الهيئات وبالتالي أنا أشاركك التفاؤل في أنه ربما يمر عبر البرلمان ولكن أنا أريد أن أبقى حذرا لأن الحكومة أو البرلمان إذا أقر هذا المشروع فإنه ربما ينقل فعلا الإعلام المصري نقلة ربما تكون واسعة ومحسوسة إلى الأمام دعنا ندخل سيد ياسر قليلا إلى بنود هذا القانون المهم الذي نتحدث عنه الليلة القانون الذي تم أعداده على مدى 24 شهرا تم عرضه ونشره بكل بنوده على وسائل الإعلام وحتى بعض مواقع التواصل الاجتماعي ما النقاط الأبرز سيد ياسر التي تضمنها هذا القانون نظرا لواقع الإعلام المصري حاليا؟ نعم النقطة الأولى هي أنه ترجمة يمكن أن أصفها أنا وأنا أعوض في الهيئة التنسيقية لللجنة الوطنية التي أعدت القانون يمكن أن أصفها منها ترجمة أمينة للاستحقاقات الدستورية التي وردت في المواد 65-68-70-71-72-211-212-213 رقم اتنين أن هذا القانون ينص على إزالة العقوبات السليبة للحرية في جرائم النشر والعلنية مع هذا سلاس جرائم ربما كثير من دول العالم لا تتسمح فيها وهي التعن في الأعراض والحض على التمييز وأيضا التحريض على العنف أما النقطة الثالثة هي أنه لأول مرة منذ قيام صورة يوليو 1952 سوف تكون وسائل الإعلام المملكة للدولة ليست تحت وزير إعلام يعينه تابع للسلطة التنفيذية وتحت مجلس أعلى للصحافة يعين من قبل الغرفة الثانية في البرلمان مجلس الشورى الذي تم حله وبالتالي وسائل الإعلام المملكة للدولة 52 صحيفة وحوالي 22 محطة تلفزيون وحوالي 40 محطة إذاعة كل هذه الترسانة الضخمة ستكون تحت هيئة مستقلة رقم ثلاثة أن الهيئة الضابطة الأولى في مصر وربما الثانية أو الثالثة في العالم العربي اللي هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سينشأ وهذا الهيئة الضابطة هو سيكون المسؤول عن تنظيم المجال الإعلامي الخاص وهو هيئة مستقلة هذه انتصارات أو هذه نجاحات يمكن أن يحققها الإعلام المصري إذا لم تم إجازة هذا القانون عبر البرلمان في خاتمة نص القانون سيد ياسر مواد انتقالية هل سيكون من السهل تطبيق هذه الانتقالات وإلى أي مدى يضمن هذا القانون استقلالية الصحافة وحماية المجتمع وحقه في التعبير عن الرأي برأيك نعم بالنسبة للسؤال الأول أشكرك على هذا السؤال لأنه قبل ثلاثة أيام صدر قرار غريب جدا من مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإزاعة والتلفزيون يعني هيئة مهيمنة على أداء اتحاد الإزاعة والتلفزيون وهو المسؤول عن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة هذا الأمر جعلني أنا وكثيرين مثلي يشعرون بالكثير من القلق لأنه اتحاد الإزاعة والتلفزيون بالذات سوف لن يكون له وجود عند إقرار هذا القانون لأن هذا القانون يستبدل الهيئة الوطنية الإعلام المنصوصة عليها في المادة 213 بهذا الاتحاد وبالتالي نحن واجهنا المسألة باستغراب شديد كيف للدولة التي تريد أن تقر قانون أن ينشئ هيئة جديدة اسمها الهيئة الوطنية الإعلام كيف لها أن تنشئ مجلسا لإدارة اتحاد الإزاعة والتلفزيون الذي سيزول بالضرورة فهنا لدينا هذا القلق وهو يتعلق بالفقرات الانتقالية أو المواد الانتقالية التي أشرت إليها ربما يحدث هذا التضارب وربما تنشأ خشونة أما سؤالك الثاني إذا تم إقرار هذا القانون بشكل سليم يعني بدون ألعاب تغير في بعض مواده الخاصة بالحريات فأنا أستطيع أن أقدر أنه قانون يضمن قدرا من الحرية لا بأس به ربما يكون هو القدر الأعلى نظريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء نقاط بسيطة جدا أما إذا تم التدخلات تحت غطاء أن الإعلام في مصر فوضوي وأنه يجب أن نلجم هذه الفوضى وبالتالي تم وضع قيود فربما نعود لإنتاج القيود مرة أخرى والأوضاع الخشنة مرة أخرى وعليكم أن تراقبوا معنا وأن تتابعوا معنا لأن هذه المعركة ربما تكون مهمة وربما يكون لها أثر كبير على النظم الإعلامية الموجودة في المنطقة أيضا لأنك كما تعلمين تنتقل العدوى من هنا إلى هناك سنتابع دائما سيد ياسر هذا الموضوع شكرا جزيلا لهذه المداخلة من القاهرة للخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز